الصين بين نارين من ناحية احتفالات تخفيف إجراءات العزل تعم البلاد ومن ناحية أخرى يسود الخوف من ظهور موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا في مدينة ووهان حيث نشأ الوباء غادر السكان أخيرا بيوتهم بعد شهرين من العزل لكن في مدينة سويفينهي الشمالية على الحدود مع روسيا إجراءات عزل مشددة بعد تسجيل ارتفاع بحالات الإصابة بالفيروس يرجح أن يكون مصدرها من البلد المجاور تقرير نشرته مجلة ذلانست الطبية حذر الصين من أن عدم تسجيل حالة إصابة جديدة في معظم أنحاء البلاد لا يعني غياب الخطر إلا أن جهود الصين الصارمة لاحتواء الفيروس أثبتت فعاليتها بمنعه من الانتشار إلا أن الفيروس قد يعاود الانتشار مع إعادة فتح المصانع والشركات والمدارس وهو أمر ناتج عن الاختلاط الاجتماعي حذر التقرير أيضا من أنه حتى المدن الكبرى مثل بكين لن تستطيع التعامل مع أي زيادة مفاجئة للأعداد المصابة كما حدث مع بداية انتشار الوباء إذ إن موارد الرعاية الطبية أصبحت محدودة أكثر خصوصا مع تصدير عدد كبير منها إلى البلدان الأوروبية في حديث له مع قادة الحزب الشيوعي حث الرئيس الصيني على ضرورة عدم التراخي حيال الحالات المصابة الآتية من خارج البلاد وعدم السماح لها بالاختلاط الاجتماعي وبالتالي عودة انتشار الفيروس